شرقاً وغرباً تمتد ودرع التواصل موانئ سلطنة عمان تقصدها السفن والبواخر محملة بمختلف البطائع معززة دورها الاستراتيجي في تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 فهذه شركة موانئ السياد تعلن عن زيادة حجم المناولة في عملياتها بنسبة 88% خلال عام 2022 وارتفاع إجمال الإيرادات المالية بنسبة 15% محققة صافي أرباح تجاوزت نسبة ارتفاعها 15% مقارنة بالعام 2021 موانئ السويق واشناص وميناء السلطن قابوس ومحطة وسياد الدقم وميناء خزائن البري تواصل خططها في تعزيز سيعتها الاستيعابية محققة خلال العام الماضي مناولة 3 ملايين و326 ألف طن من البطائع فيما بلغ عدد السفن الراسية في الموانئ البحرية أربعة آلاف ومئتين وأربعين سفينة من مختلف الأحجام والاستخدامات مؤكدة أن سلطنة عمان بموقعها الاستراتيجي هي وجهة دول الشرق والغرب ميناء السلطن قابوس بموقعه التاريخي المميز بالكثير من المعالم الشاهدة على الحضارة العمانية رأست فيه خلال عام 2022 61 سفينة على متنها أكثر من 149 ألف سائح قدموا بغية اكتشاف سلطنة عمان ومعالمها الحضارية والثقافية وما تكتنزه من إرث تاريخي بالكثير من المشاريع والبرامج ترسم موانئ سلطنة عمان خطط التطوير بالكم والكيف محققة قيمة محلية مضافة عبر تنشيط وإثراء واستحداث عدد من الخدمات والأنشطة اللوجستية المصاحبة لمجتمع الموانئ في الولايات مسهمة في زيادة عدد الشركات المحلية العاملة في قطاع تخليص الإجراءات الإدارية والجمركية والشركات العاملة في قطاع النقل والشحن البحري والتوصيل البري ماضية بأهداف واضحة تعزز دور القطاع اللوجستي في تنويع الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر